عالم نهتز بأزمات متتالية جائحة كوفيد-19 الحرب في أوكرانيا ارتفاع تكلفة المواد الخام والطاقة إضافة إلى الاحتباس الحراري العلاقات بين الدول أضحط معرضة للتفتيت يقول رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمام منتدى دافوس كلامه في الأعلام المغربي والعربي أخنوش يبرز تميز النموذج المغربي واستراتيجية المملكة لمجابهة الأزمات تعنون هسبراس المغرب دشن بفضل قيادة الملك محمد السادس مرحلة جديدة من التنمية تتميز ببناء الدولة الاجتماعية تكتب الشرق الأوسط ناقلة تصريح أخنوش الحكومة واجهت بحزم الأزمات المتعددة التي تخللت سنة 2022 الطاقية مع الارتفاع القياسي في الأسعار العالمية المناخية مع أسوأ جفاف يسجل منذ أربعين عاما والنقدية مع عودة التضخم أخنوش أكد الحاجة إلى مضاعفة الفرص أمام الشباب للولوج لسوق الشغل وتحرير طاقاتهم الإبداعية تكتب وكالة المغرب العربي للأنباء رئيس الحكومة أبرز هدف المغرب لخلق رابط قوي بينما هو اقتصادي واجتماعي مع ترسيخ الانتقال البيئي